مرحبا كيف سوف أعطيكم الفيديو الجديد من قناتي اسراء غامر اليوم نحن بلعب سبيكي اكستي و اليوم سوف أعطيكم أغراض التي تستطيعون تحصلون عليها من تحديد zero gravity سواء الفريق الأزرق او الفريق الأحمر قبل ما نبدأ لا تنسوا ايكو اشتركوا بالقناة اضغطوا على زل لايك و بس دعنا نبدأ او ماذا هذا اوه 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 مكان الفيديوهات اوكي المهم يا جماعة انا من فريق الأزرق او اوه 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 انا من فريق الأزرق بهذا الحساب بس بحسابي تبع اسراء بلاي بحسابي ثاني انا من فريق الأحمر فريق الأزرق لانه هل 뒤에 او لا يتجب العفر لكانهم الاسبع ماذا كنت أقدم انا هذا الفريق او سع clinics اوه 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 المهم لان هذا الفريق المهم اوه اوه no ؟ قبل ما نبدأ ابنا resisting اي شيning ما تنسوا انكم اشتركوا بالقناة اجمالك Mulza 5 انه يشغل قاطعا مكتشته اه بس يعني قبل كمان ما نبدأ احب احكي اكتر عن اشتراك فاشتركوا يا جماعة حتسعون ليش ولو ما شتركنا ايش رح يصير يا جماعة يعني ما رح حصر اشي بس اشتراك مجاني يعني ما رح تخسروا ولا اشي ما بفهم ليش فيه ناس بتشاهد فيديوهاتي من الاول الاخر وما بتشترك فيه ناس حتى بتحط لايك بتكتب تعليقات وما بتشترك ليش ما انكم تشتركين يعني والله ما بتخسروا اشي يعني بس اضغطوا على زر اشتراك او هيك سبسكرايب وخلص ما بصير اشي وصدقوني بالعكس يعني رح تكونوا سبب فرحة سي يعني اشي حلو بتاخدوا هيك حسنا يعني ليش ما تشتركوايني ما رح تخسروا ولا اشي بالعكس يعني المهم بتمنى انكم تشتركوا وتساعدوني اوصل لحلمي اللي هو ميتين الف مشترك بهذه السنة المهم فهلا يا جماعة يعني خلينا نبليش الاغراض اللي عم بحكي عنها هي الاغراض اللي بتكون هون فانا فتحت كل هدول طبعا نجمعنا هلأ سبع نقط وليكنوا واحد اثنين ثلاثة اربعة حصلت على اربعة شغلات سو رح نشوف هالأربعة شغلات كلهم ورح نشوف كمان اغراض هذي اللي ضايلي ونحكي عنهم ونشوف كمان كل شي سو تبع الفريق الاحمر كمان سو خلينا نبلش بهدول تبع الفريق الازرق خلينا اواشي نقرأ هون اش عم يقول هذا بيقول بيقول مرحبا هون بتقدروا انكم نجمعوا اشياء حلوة وجوائز حلوة لو لعبتوا الملعب تبع كريزران البت براد لعب تبع بت براد ترق زيرو يعني هذي البركور جديد تبع زيرو جرافتي واللعب الجديد تبع فريزن فان يعني هذول النقاط يعني كلما جمعتواوا النقاط اكثر كلما بتفوزوا بجوائز اكثر جيد لك يعني حظ موفق وما تنسوا انه دايما تجوا لهون عشان تاخذوا وتجمعوا الاشياء الجديدة اوكي اوكي فالغرض الاولي حصلنا عليه هو هذي هي هذي القبعة سو خليني ورجيكم ياها قبعة كثير حلوة يعني بتجنن عشان تشجعوا فريقكم لكوا هذه القبعة ويت حصلت على هذه كمان او لأ هذه تبعا اللبسة الثانية المهم لكوا جماع القبعة كثير بتجنن الاشي الوحيد اللي ما حبت فيه ان الشعر بيختفي بس سريحة حلوة يعني عموما حلوة سريحة لكم او مي جود كثير كيوت كيف عم تتحرك يو كثير حلوة اوكي الشغلة الثانية هي صندوق نسيت ايش لقينا جواته ايوة طعا هذي صندوق هو نفس هذا الصندوق يعني لما بتفتحوه بيطلع لكم شغلي من هذال الشغلات سو خلينا يجمع نفتحو زي ما فتحتو قبل لما حنيك يعني زي هيك بتفتحو وبتلعوا يا جماعة حظكم ايوة انا كمان حصلت على هذه اعتقد من خلال ذاك الصندوق طبعا هذي آثات خلينا نشوف شكل هيا جماعة كل الآثات اللي رح نحصل عليها اليوم رح هون سو لتس كو يا جماعة نحط ها لتس كو طبعا هذي 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 ايوة تسحرك يا جماعة واحدة اوه منقدر نقفز عليها كمان كثير حلو راك كثير بتجنن المهم خلينا نكمل ثانيا بتحصل على هذا الوشاح الازراء الفرين الاحمر سمعت انه بيحصل على وشاح كمان بس لون احمر سو خلينا جماعة نجرب هذا الازراء لكم انا لابساه فهو هذا يا جماعة دعني اوارجيكم يا اوك فهذا هو الوشاح يا جماعة كثير بيجنن مصراحة كثير حلو لكم بيزبط معا كثير ملابس لاحظوا معا شوفوا يعني كأن الوشاح اللي منلبس عشان نحمي نفسنا من البرد يعني امر كثير حلو عمرهم بيك اكس يما عمل وشاح باللعبة فهذا كأن هو الوشاح لهم بتمنى يضيفوا اوشحة اكثر مو بس zero gravity يعني اوشحة تبع كل التحديثات المهم بيطلعوا حلوين او بيطلعوا مع كل الملابس تقريبا بس المهم خلينا هلقيا جماعة نكمل فبعد هالجمعات تحصلوا على صندوق ولي حصلت علي اليوم عطاني جوهرتين بس لما الخزاني دعوني رجيكم يعني سنحصل عليها انا قرردي عندي سنة الماضية السنة الماضية كنت شريت ولي هذه اصترنا هذه يا جماعة فاشوفوا الصلاحة كثير حلوة اوماي جوهر الحذاء اللي موجود فوقها كثير بتجنة بعد رح تحصل على هذا الصندوق خلينا نفتحه طبع مو بس الشغلة اللي حصل على الوحيدة التي ستحصل عليها لا بتقدر تحصل علي كل هالشغلات يعني شغلة من هذول الشغلات دعوني افتح هذا ونرى ما سيطلع لي وحصلت على هذه اوكي بعد ستحصل على كبسي او كأن كنبي لكو هذه كثيرة جنة كثيرة جميع وفيها جلس خصوصا باللون الفريق اللي بتجعو ستحصل على هذا الصندوق اسمه صندوق سري لانه سري يعني اللي جواته سر لا مرحب موجود جواته امم يا جماعة صراحة بقى اني بس هكي قاثات ما بدي يعني احرق عليكم بس انتو لما رح توصل لها المرحلة رح تفتح رح تشوف نفس كنبي هذا صندوق بعد عنا هذي كشغلة بعد صندوق بعدين صندوق بعدين بعدين الكأس هذا الكأس هو فضي ام ذهبي ان شاء الله الفريق الازرق هو الذي حصل عليه جميع اللاعبين من الفريق الفائز مثلا فريق الازرق فكل الناس الذي اختاروا فريق الازرق يحصل على الكأس الذهبي لكن الناس فريق الازرق مثلا وفريق الازرق مثلا خسر سنحصل على الكأس الفضي كأنه كأس مركز الزاني دعني افوت اعمل حساب جديد ونحصل على أغراض تبع الفريق الأحمر وعشان نجرب اعمل حساب جديد او شاهدوا معي لكوا جميعا يسموني شاي شاي كراو بقرة البقرة الخجولة هذا هو اسمي الجديد البقرة الخجولة بكيك سامي تنمروا علينا المهم امزح شكرا 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 دعني نفتح كلها الأغراض اووو عش القبة دعني نجربها اوو اووو نيس شخصيتي حلوه كوهور فريق احمر جدا كيوت دعني نكمل في صندوق اعتقد في طلع لنجرب ايوه نفس الشغلة بعدين لدينا الوشاح يا جماعة كثير بيجنن او مي جود والوشاح تبع الفريق الأحمر حبيته كمان بس تبع الفريق أصدق السراحة أحلى لأنه بتحمينه من البرد وكذا بس تبع الفريق الأحمر كمان حلو يعني وشاحك يحط بالظهر عبارة يعني بيمثل القوة والبطولة تبعهم تبع الناس اللي يحتلبسوا سو خليني يلبسوا نشوف كيف حيطلع السراحة محبت كيف يعطونا اكتر اعتاتي ان شاء الله يعني السنة جاي يعطونا ملابس اكتر لأنه بدي سراحة ملابس المهم فاليكو ماي الوشاح كثير بيجنن او مي جود الجبقي كايز بتبين كمان او بتبين كمان او كي كتير كيوت خلي تشيل هذه او حلو نجربو او مي جود كتير بيجنن واو يوم هلأ خلينا جمع نكمل اوكي عندكم صندوق كمان اوه خمس جواهر واو ديم اوكي مبروك كايز المهم وبعدين يا جماعة نفس الآثات اللي ورجت لكم يعني بس الالوان اللي بتتغير وبالاخر كمان هني كمان يحصلوني اما على الفضي اما على الذهبي وان شاء الله يحصلوا على الفضي اوكي امزحيني فحض موفق الفريق الأحمر كمان المهم يا جماعة بس هيك نخلص هذا الفيديو كتبوا لي بالتعليقات شو هو أفضل فريق عندكم او شو هي الأغراض يعني شو هي أكثر أغراض حبيتها من فريق الأحمر او من فريق الأزرع المهم و بس هيك نخلص كتبوا لي بالتعليقات أفكار تبع الفيديوهات اللي بتكون تشوفوها كمان ترقبوا قريبا سوف تنزل قصة جديدة لسه عم بشتغل عليها السراحين لسه حتى ما بلشتها يعني بلشت بس هيك بكتب أفكاري وكذا بس يعني لازمني كتر خطوات لازم أمثلها لازم أمنتج لازم أشجر صوت لازم أعيد أمنتجها مرة أخرى لازم أحطها باليوتيوب لازم أفكر بعنوان لازم أعمل صورة مصغرة لازم أعمل كثير شغلات فتلقبوا يا جماعة حاول أخلصها بأقرب وقت لأنه كثير منكم تشوفوا قصة جديدة فأعمل قصة كثير 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 بتجن الأفضل من اللي كانوا قبل فتلقبوا واشتركوا بقناتي بتمنى تتفاعلوا عليها لأنه من جد رح تاخذ مني تقريبا شهر تباع اشتغال لذا بتمنى انكم تقدروا المجهوداتي بكذا ولما تنزلت تتفاعلوا عليها من جد بتتمنى المهم فبحبكم كثير حتوا لايك يا جماعة أحقلكم مرة ثانية ومرة ثالثة أحبكم كثير 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 كلياتكم وما بد لي خلص الفيديو المهم باي